أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها على الأراضي الزراعية سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف مع إزالة المخالفة فورا جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وكلف مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعد تحدث على الأراضي الزراعية كما شدد رئيس الوزراء على أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية